هتبقى مليونير مفيش كلام ليلة عبداللطيف تكشف عن أربع أبراج هتفتح لهم طاقة الرزق والحظ الوفير في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر أول حاجة تتوقع خبيرة الأبراج ليلة عبداللطيف أن يحمل أواخر عام 2024 فرص كبيرة تقدم والنجاح خاصة للميزان وأوضحت أن هذه الأبراج هتتغلب على سنوات من التحديات المالية بفضل تأثير كوكب بلوتو في برج الدل وده بيزيد من قدراتهم المالية والمهنية أما الحمل تشير التوقعات للنصف الأول من العام هيجلب له فرص مالية مواتية بفضل تأثير الكوكب المحظوظة ومن المفترض أن يستمر هذا التحصن في النصف الثاني كمان من العام مع دخول المشترى البرج جوزاء أما الجاذي قالت أن هيشهدوا أيضا تحصن مرحوظ في وضعهم المالي في العام الجديد ويشمل ذلك الاستحواذ على عقارات ذات قيمة كبيرة كما توقعت حدوث موجة من تطورات المالية الإيجابية للسلطان بسبب إنجازتهم المهنية كمان العقرب يوجه تحديات مالية في نفس العام لكن من متوقع يتغلبوا عليها ويحاول استقرار المالي في النصف الثاني من العام وده تعويض للعقرب الوجه وصعوبات في السنوات الأخيرة وإن هذه التحسنات ستحدث خاصة في النصف الثاني من العام بفضل كوكب الحظ اللي بيدعم استقرارهم المالي